حض أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المتنازعة في السودان على الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعادة الهدوء ودعا بيان لأعضاء المجلس إلى العودة للحوار لحل الأزمة السودانية كما عبر أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان شكرا